أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أهمية الحوارات البرلمانية والمنتديات الثنائية المشتركة بين البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة مشيرا إلى أن اللقاءات البرلمانية تسهم في تجسير العلاقات وتقوية الروابط بين الدول جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في انطلاق أعمال منتدى الحوار البرلماني بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الذي أقيم اليوم في العاصمة المغربية الرباط بحضر عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية حيث يترأس معالي وفد المجلس المشارك في المنتدى قال معالي رئيس مجلس الشورى إن المجلس يولي اهتماما بمد أواصر التعاون البرلماني ويحرص على المشاركة الفاعلة والإيجابية كما نوه الصالح إلى أن المؤتمرات والمنتديات الحوارية البرلمانية تشكل فرصة لإبراز التقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين وأشار معاليه إلى أن انفتاح البرلمانات وتقاربها وإيجاد أطر جديدة لتقوية العلاقات البرلمانية بين الدول يشكل رافدا مهما للروابط الثنائية بين الدول وأكدا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تمضي في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال بناء وتعزيز شراكة والتواصل المستدام مع البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم ترجمة نانسي قنقر